اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول حاجة هنتكلم فيها عن التصميم والشاشة التليفون ده جماعة بيجي بشاشة IPS LCD بمساحة 96.95 يعني بصراحة الشاشة هنا واو الشاشة هنا كبيرة خلاص دخلنا في التابلت يعني خلاص فرق بينه بين السبع انش حاجات بسيطة بجودة شاشة فول اتش دي مش اتش دي بلس بصراحة هنا جودة شاشة فول اتش دي بضقة 2460 في 1080 بيكسل بمعدل كسافة بيكسلات 387 بيكسل في الانش الواحد تمام الشاشة بتدعم هنا خلي بالك ان الشاشة هنا 90 هرتز يعني انت هنا فعلا بتاخد شاشة كبيرة شاشة فول اتش دي 90 هرتز فهنا انا شايف ان الشاشة هنا ممتازة جدا 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 تمام التليفون بييجي بتصميم من البلاستيك الظهر ورا هتلاقي فيه اربع كاميرات هنتكلم عنهم دلوقتي التليفون بييجي بشريحتين اتصال وطبعا شريحة منفصلة لو عايز تحط اس دي كارد او كارت ميموري زي ما بنقول التليفون بييجي لو بصيت طبعا هو مشكلة يعني انا مشكلة ان فينيكس بالنسبالي ان ما فيهاش لحد الوقتي التليفون ما فيهوش active noise cancellation ما فيهوش ال cancellation بتاع الضوضاء mic cancellation بتاع الضوضاء التليفون في التصميم بتاعه هتلاقي فيه اللي هو مدخل السماعات 3.5 او 3.5 اللي هو مدخل السماعات القياسي ما استغنوش عنه في التليفون ده ده بالنسبة للتصميم والشاشة طيب بالنسبة التليفون بقى لو دخلنا نتكلم عن الاداء الاداء الهاتف ده بييجي بمعالج اللي هو هليو جي طبعا من ميديا تيك هليو جي 95 بس هنا دقة التصنيع طبيعي 12 نانومتر مع معالج رسومي مالي جي 76 معالج ده شفناه نخلي بالنها المعالج ده شفناه في تليفونات قبل كده وعمل اداء محترم جدا المعالج ده شفناه في ريال مي 8 لسه نازل جديد ما كملش شهرين شفناه في ريال مي 7 وشفناه في ريدمي نوت 10 اس مش البرو ريدمي نوت 10 اس تمام التليفون بيجي بنسختين النسختين بيبقوا 8 جيجا تمام لكن في نسخة بيجي بسعة 128 زاكرة داخلية وفي نسخة بيجي ب256 زاكرة داخلية اللي اتنين بيبقوا بنفس الرمات اللي هي 128 زاكرة داخلية سوري 8 جيجا اللي اتنين واحد 128 والتنين 256 النوع الزاكرة بيجي هنا من UFS سرعة الزاكرة 2.2 في اللي اتنين تمام الاصدار اللي هو 128 والاصدار 256 هتفرق بس الـ 8 جيجا الرمات زي ما قلنا ان الهاتف بيدعم انك ممكن كمان بتزود كارت ميموري في الجهاز تمام البلسيسور بصراحة انا اداء الجهاز بالنسبة للبلسيسور بالنسبة للسعر الاداء هنا هيبقى ممتاز شاشة 90 هيرتز مع شاشة كبيرة مع البلسيسور جي خمسة وتسعين ده كده جهاز محترم جدا جيجا نجي بقى نتكلم عن الكاميرات الكاميرات الخلفية هنا التليفون ده بيجي باربع كاميرات اول كاميرا اللي هي المساشة الاساسي هي 64 ميجا بيكسل وده المساشة الاساسي الكاميرا التانية بتيجي بـ 8 ميجا بيكسل ودي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع وبرضه بتشتغل ككاميرا مايكرو طيب هتقول لي الكاميرتين اللي بقين الكاميرا التالتة 2 ميجا بيكسل والكاميرا الرابعة برضه 2 ميجا بيكسل لحد الوقت احنا مش يعني المراجعين كلهم وJSM قرينا احنا مش عارفين اين الكاميرتين دول اي بس طبعا بيعملوا على تحسين جودة الصورة ده طبيعي ما فيهوش اي مشكلة التليفون بيدعم طبعا التصوير بال4K بيدعم تصوير بمعدد التقاط تلاتين اطار في الثانية frame per second تمام بيدعم واي فاي بيدعم بلوتوث ما فيهوش اي مشكلة للسماعات زي ما قلت السماعات بتكون ستيريو بيدعم المستشعرات كلها بس هو طبعا انا حتة الاكتف نويس كنسليشن اللي تقريبا في انفينيكس اللي ما بتبقاش موجودة يعني انا ما شفتهاش موجودة التليفون بقى اخر حاجة هنتكلم عنها في التليفون وهي البطارية البطارية هنا بتيجي بطارية 5000 ملي امبير تمام مع شاحن سريع بقوة 33 وط فده هنا اداء البطارية ممتاز البطارية هتاخد اقل من ساعة يعني البطارية حوالي من 35 ديئة ال 40 ديئة بس استهلاك المعالج للبطارية وال 90 هيرتز فدي البطارية هتصرف شوية يعني مثلا اداء البطارية متوقع هيكمل مع كيوم مش اكتر من كده البطارية دي هتكمل مع كيوم 5000 ملي امبير دقة تصنيع 12 نانو متر في المعالم مع 90 هيرتز هيبقى فيه صرف كبير شوية على العشاشة فالبطارية هي البطارية هتبقى ممتازة ما فيهاش اي مشكلة بس دقة التصنيع بتفرق ال 12 نانو متر من السبع نانو متر من الخمسة نانو متر دلوقتي فهنا بتفرق في استهلاك المعالج للبطارية فاستهلاك المعالج هيكون عالي شوية مع الشاشة فهنا فعلا البطارية هتصرف كتير فهي انا اعتقد ان ده يوم كامل هتبقى معاك الدنيا كويسة طبعا بيشحل 33 ومعطي الشاحن ده زي ما قلنا هيقعد معاك حوالي اقل من 45 ديئة بتكون شحن التليفون التليفون بييجي بنظام تشغيل باندرويد 11 مع طبعا وجهة انفينيكس المحدثة اللي هي 7.6 اللي هي XOS بس طبعا وجهة انفينيكس يعني لحد الوقت لو حد بيسمعني من شركة انفينيكس يعني يا جماعة حوار الاعلانات ده بصراحة قصة الاعلانات دي اعلانات بتظهر في راجها كتير جدا بتبقى مزعجة في ناس اشتكت قدت الاعلانات في اعلانات ظهرت لأسف اعلانات غير مرغوب فيها للأسف في ناس بتقول ان الاعلانات بطقت شوية من الجهاز فياريت بس في اي تحديث بعد كده ان شاء الله يخفوننا بس شوية من حتة الاعلانات دي حاجة اخيرة نخلي بنا منها ان التليفون بيجي مع سماعة ايربوتز مع التليفون في العلبة طبعا مع الشاحن والجراب التليفون بيجي مع شاحن ايربوتز لاسلكي اللي هي طبعا البولوتوس النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 3666 جنيه في مصر والنسخة 256 جيجا زكريا داخلية مع 8 جيجا رام دي بسعر 4222 جنيه بصراحة في المجمل الجهاز ده محترم جدا الجهاز ده ممتاز في الجيمينج هيبقى معاك اداء محترم للمالتي تاسكنج 8 جيجا رام هتبقى معاك ممتازة في المالتي تاسكنج وان انت الفيس واتس والحاجات دي بالنسبة لها ولا حاجة هتبقى معاك ان ما شاء الله الجهاز فعلا يعتبر منافس قوي لجهاز شاومي ريدمي نوت 10 برو وطبعا احنا عارفين ان السعر هنا ان فينيكس اقل من سعر شاومي بس اجماع عشان ما انطولش في الفيديو ده كانت كل حاجة معنا النهاردة عن التليفون اللي انتو طلبتوه اتمنى يا رب الفيديو تكون عجبكو لو عجبك الفيديو ما تنسانيش بلايك سبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد وشكرا جدا لكم وشكرا حسن تبعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة